السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وبيك على تطبيق وقناة فرنشاوي مع مسيو وليد مصطفى في الفيديو ده هنحل مع بعض حوالي 100 جملة قواعد على الدرس الثاني من الوحدة الثالثة خب بالك أن حل القواعد مهم جدا فيها كل الأفكار وكل الأطروحات وكل الجمل اللي بيكون فيها فرض عضلات ولو يدراعه والحاجات اللي بتلخبط الطلبة اللي ما بيكونش مركزة فركز معي وشوفني بحل إزاي لو كنت بتشوف الفيديو على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي علشان تشوف فيديوهاتك بالترتيب وتنزل ملفات الشرح والتدريبات PDF وتحل اختباره على كل فيديو هل تعرفون الإجابة؟ الإجابة على السؤال نحن لا نعرفه لا نعرفه أحدا ولا بعد ولا شيئا ولا أبدا لا نعرفه شيئا لأن هنا بنتكلم عن غير عاقل تاني بنتكلم بحسب المعنى الصيف انتهى أو الصيف خلص لم يعد لأنه كانوا ما بقاش يبقى هنا نبلو لم يعد حر متى تخرج مع جوليا؟ سؤال بمتى؟ رد وقال أنا لا أخرج مع مع شيئا ولا مع أحدا؟ طبعا مع أحدا لا أخرج مع أحد أهل تشرب عصير فواكه؟ لا أنا لا أشربه لا أشربه شيئا وهي غيان لا أشربه أبدا ممكن أقول أبدا بس لازم يجي بعدها مفعول لا أشربه جميع تمام؟ لكن طالما ما فيش مفعول يبقى على طول لازم اختار غيان ركز في المعنى وهتحس إنه الأمور بسيطة جدا ألم تقابل أحدا؟ ما بتقابلش حد؟ رد وقال إيه؟ أنا أقابل جون طيب شي للنفي؟ أنت بتقابل حد؟ أنا بقابل جون يبقى لوي هختار سي لإن الإجابة هنا متطبقة في حالة إن أنا شلت النفي لسه إيه؟ لسه إيه؟ لسه إيه؟ يعني أنا أكلت للتو أكيد شبعان أنا لا يسأيه جوع لم يعود لدي يقوع يعني كنت جوعان والآن لم أعد جوعان الجو ما زال يمطر لأنه أنكواغ دي بقول لي الجو لسه بيمطر يعني كان بيمطر ردو قال لأ لأ إيه؟ ما عادش بيمطر يعني كان وخلص الجو لا يمطر أو لم يعود يمطر هل تأكلونا بسكوت؟ لا 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 نمانجم نحن لا نأكلو نقط لا نأكلو شيئا ريان لو في كلمة هنا دو بسكويت كنا نختار جميع لا نأكل أبدا بسكويت وصل لفكرة هل تأكلونا بسكويت تأكلونا بسكويت تأكلونا بسكويت تأكلونا بسكويت أنت هتردح تجاوب على الإجزرسيس على التمرين لا لا أفهم أي شيء في الرياضيات لا أفهم أبدا ولا لا أفهم ولا لم أعد لا أفهم شيئا طبعا هنا هختار لا أفهم أي شيء في الرياضيات من فرير نمانجي پا فيوند أخي لا يأكل لحمة هنا فربي مانجي بيجي بعدها أدوات التجزئة اللي هي المفروض دولا المفروض دي ولكن الفعل نفسه من فيه الدولا هتحاول إلى د لا يأكل لحمة لماذا أنت لا تخرج طالما السؤال ببوركوا يبقى الإجابة لأن وغاي بعدها قملة يجب أن أذكر سو صان دو القملة مفبتة طب دو وبعدها كلمة جمع الكلمة الجمع لازم تكون مسبوقة بصفة جمع فيزاج جمع مذكر هنجب لها بو اللي آخرها إيكس اللي هو جمع المذكر الويك أند الويك أند نو زالون نحن نذهب نو غرانبارون عاقل العاقل سواء مفرد أو جمع ياخد شيء عند فلان منا ميه تيميد صديقي يكون خجول إل نو بارل أ لا يتحدث إلى أحدا أبيرسون ما بيتكلمش مع أحد نو نو أطبار الكلمات البر وفا وصوف بيجي معها فاقل بأفوار يبقى نو زالون بأفوار نشعر بخوف جمانج أم جمع أنا أكل القليل من كل شيء نو فعل في المصدر و لما يكون الفعل في المصدر وعايزا فيه نو بيجوغ مع بعض كده قبل الفعل اللي في المصدر وبطالما فعل في المصدر يجو قدامه حارف الجار بوغ أنا أأكل القليل من كل شيء لكي لا أدخن حتى لا أزداد وزنا فعل أدخ من فيه أغبغ جمعة هتاخد دي زغبغ زي ما هي لما حاولناش لما حاولناش دي إلى د إلى د أو د لأن الفعل ده ومع ما فيش حاجة بتتحول الشتاء انتهى الشتاء خلص الجو لا يمطر لم يعود يمطر لم يعود يمطر يعني كان بيمطر في الشتاء ودلوقتي الشتاء انتهى فما بقاش يمطر رد وقال أحب الذهاب إلى الجبل بدني مكان ممكن أسأل بأين لكن مفيش هنا أين بالتالي هاختار كيف تقضي وقت فراغك تمام كمان أين تذهب أو هنا أين سوف فغب ألي متصرف يجب بعد الفعلة في المصدر الفعلة في المصدر متصرف مع ت في المصدر من آخره لكن السو هتحول مع ت إلى ت ت تبعزم شخصا ما انت بتعزم حد لا أعزمه أحدا اللبن يكون طازج نحن نشرب خب لك من نشرب دي نشرب يجي بعدها أدوات التجزئة يبقى نحن نعود عنها بالدمير نحن نشرب منه سي تفرق إذا كنت تشعر بالبرد لا فنتره شبك هنا بكلم بتو يبقى ها تدلو أمر بالتو وهاشل منو الأس فرم لا فنتره يبقى ها تدلو أمر بالدوات جو ألا كمباني يبقى لازم يكون الفعل متصرف في المستقبل وهو جو في علي أنا سوف أذهب نقط فيف لفلي تعيش الطيور أين تعيش الطيور أكثر من أخوه هذه لا تكون حيوانات متوحشة كلمة أنيمو جمع والصفة جاية بعدها ما ليش دعوة يبقى هي صفة جمع وده فعل أدخ طالما فعل أدخ هو اللي منفي ما فيش حاجة بتتحول وبالتالي هتاخد الجملة دي فيها نقطتين خداعتين النقطة الأولى إن في با الناس متعودة إن أول ما تشوف با تختار د أو د أباستخف طبعا الغلط ما لإن الفعل المنفي هنا فعل أدخ النقطة التانية كلمة أنيمو أولها فويال والناس متعودة إنها لما تشوف الكلمة أولها فويال تختار د أباستخف وبرضو هتكون غلط لأن الكلمة جمعي مش مفرد تمام؟ لازم تكون دي جيم بوكو جيمون جيمون يلي الفرسة والفرسة مؤنف هتاخد ست جيمون هذه الفرسة ألا تعرفوا أن تعوموا السؤال منفي شيل النفي في خيالك إنتوا بتعرفوا تعوموا ردوا قالوا إحنا بنعرف نعوم يبقى قالوا وي هاختار سي لما يكون السؤال منفي بنشيل النفي في خيالنا ولو الإجابة طلعت وي بنحط مكانها سي نحن نفضل فعلا يفضل من أفعال الميول اللي بيجي بعدها أدوات المعرفة وبالتالي هنعوض عنها هنا نعوض عنها بالضمير لو كان جاب لك فعلا يأكل هنا كان يأكل من ركز في الفعل اللي في الجملة اللي محزوف منها المفعول متعوض عنه بضمير شخصي وهو هنا هيكون لا نؤتروا با وجبة أو وجبات إن تبتخلها في اليوم كم بين دو طبعا كم عدد الوجبات إن تبتخلها في اليوم مان فخيري غرو أخويا يكون تخين وزنو كبير أو مليان جو كونسي أنا أنصحو دسويفر آن رجيم كم عدد الوجبات أو أخويا ينصحو لشخص 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 إنه يكون صديقي أنا أشرح سبب الغياب أشرح لمين لصديقي عاوض عنه بلوي حتى لو بعديها بوايا العمرها ما بتتغير هذا لا يكون خب لك الفعل ده منفي وده فعل أتخ الناس اللي متعاوضوا تحفظ الكلمات اللي أتقول لك اللي أخيرها أ تبقى مؤنف والكلام ده هنا مش مزبوط لن تتغير وكلمة أنسكت مفرد مذكر أنا أحب طالما فيها آ يبقى لازم جوي نحن نمارس سباحة مؤنف وقايب بعدين نشاط الأجزاء الريف طبعا بكلم عن بارتي جمع مؤنف هنختار معاها ما هي أجزاء الريف أنت تراجع الدرس ردوها لنو أنا لا أفهم نقطة أن فيزيك أفهموها كده أنا مش فاهم حاجة تمام وخصوصا نجاي بعديها أن واسم المادة مش فاهم حاجة في مادة كذا نقطة أنيمال في كلمة أنيمال مفرد مذكر وخبا لك أن أولها في ويال هي مذكر مفروض تاخد س لكن عشان مفرد مذكر أولها في ويال هتاخد ت يبقى ست ست أنيمال هل جلي بتحب الشاي ويال بوا هي بتشرب الفعلي يشرب يجب بعدي أدوات التجزاء هي بتشرب من الشاي نعود عنه بان هي تشرب منه دمان غدا ان نقطة ألا فاهم إحنا إيه في المزرعة ان بتصرف معها الفعلي زي ال والكلام هنا في المستقبل يبقى ان فاالي سوف نفهب تو مانجي كوا انت بتاكل إيه جو نمانجي ريان لا أأكل شيء السؤال بكوا يبقى الإجابة بريان لا شيء ودني على العشاء جو بخو انا بتناول ياؤرت زبادي بتاخد دو ياؤرت واتفقنا ان الـ Y هنا لا تعمل معاملة الفويال لأنها بتتنطق إياه جو هي لبر جو يكون فادي جو انا اقترح جو انا اقترح يبقى عوض عنو بي لوي جو لويي اقترحو عليه كذا هل أنتم تشربونا السوداء؟ نحن نشرب قهوة يبقى لنا حسبها نوزي ما هي نو فيزون لكورس إحنا بنتسوق سوپير مرشي مفرد مذكر هتأخد او اوكي مع من تيبا على باتنواغ هتروح لساحة التزلج جنسوغا فيك أنا لا أخرج مع بخسون لا أخرج مع أحد سباحا جمانج مفرد مؤنف دولا كنفتور سي بوزيت غرو إذا كنت تخين دي سبغ رياضة بكلمو بووي بها حترمو ودلو الأمر مع وو هيكون فات فات دي سبغ ماريس والرياضة إلعاب والرياضة تُي أعنكور فاين إنتا ما زلت تشعر بجوع؟ نو لا جنسي فاين لما أعود جواعان جنسي فاين يعني كنت جواعان وما بأيتشي نقبل المعلومة دامنين من كلمة أنكور ما زالا جاشت دو بان أنا أشتري خبز بولانجري مفرد مؤنف هتاخد ألا بولانجري أشتري الخبز من المحل المخبز ألا بولانجري نوع التوريس تلا ميزون أنت تمكف في المنزل ردو قال أكوز دو بسبب كذا يبقى السؤال لماذا؟ فوركوا؟ جولي ترتدي أو تلبس بلتو أو معطف الفخوة هي برد يبقى إلا فخوة هي تشعر بالبرد كي نقط دو بغوي طيب قلنا كتير أن أداة الاستفهام كي اللي هي بمعنى من بيجي بعدها غالبا فعل والفعل لازم يتصرف مع كي كأنها إلف المفرد يبقى كي في دو بغوي من يفعل دوضاء؟ من اللي يعمل دوشة؟ الجمل الجاية دي هتكون على الوحدة الأولى من هكتلتها ثانو اللي هو كان عن الريو دوت جولي نيمبا جولي لا تحب طبعا كلمة جامعة تأخذ واحد هيقول لي ما في نفي هقول لك يحب بيجي بعديه أدوات المعرفة يعني ما في النفي أصلا ما تتحولش ما سور أختي بتسوي أل دو جو دو رياضة مسبوقة ب دو بالتالي هتأخذ في والفعل متصرف مع ما سور نقط ميزيك تي بريفير كلمة ميزيك مفرد مؤنف كال ميزيك؟ ما الموسيقى لا تتفضل؟ جو سي جوي كالفر بجوي جاي بعدي ألا موسيقية مذكر يبقى دو فيولان مانوووزان فات سان سوكسي غاري بيحتفل بنقاحه جو أشأت أنا باشتري هدية باشتري هدية المين آه مانوووزان عامد عنو بلوي مي بارون والدايا كلمة جمع تأخذ فان فان دو سبار يمارسون الرياضة نقط سبار فو بخاتيكي كلمة سبار جمعي مذكر هتأخذ هتأخذ ما فيش هنا كل طيب كم عدد الرياضات التي تمارسونها دا الاختيار الوحيد المناسب هنا متفقنا أن كمبيان دو دو ما بتتغيرش والإسم اللي بيعديها غالبا بيكون في الجمع مانووزان جو ابن عم بيلعب آه بأشكالها آلا بأتانك سا فو دي دو دو يجب بعدها فعل في المصدر أماتش دو فوت دو جوهي فعل لازم يكون في المصدر جو فدو لأيروبيك أنا بالعب آيروبيك جيمناز ما كان موزكر أو جيمناز مسيو سايدي طالما مولتو لسايديها احترموا ديلوا الامر بيو مولو بخوني لو متخو خوذي المتخو إلي غابيد إنه أسرع الجمل الجاية دي عن الوحدة التانية منهج ثلثة ثانوي نقاط بخفا وكلمة بخفا عن جامع مذكر دو جلاس أنتو بتفضلوا طبعا كلمة جامعة مذكر زي ما قلت هنجب لها كل جاية دي دي سير أنا بشتري حلاويات پاتسخي مكان مفرد مؤنف على پاتسخي دون لارسيت في الوصفة التعام أو وصفة الأكل جمي أنا أضع برق ك دو سكر هنا المقارنة بين أسماء يبقى لزيم دو يبقى هنا بلو دو أو موان دو أو أو تون دو الوحيدة اللي موجودة هنا بلو دو برق ك دو سكر يعني بحوت الزبد أكفر من السكر جو بوا دي جو أنا بشرب عصير مانفخير أخويا هنا المقارنة في الفعل يبقى ك موفرد يو إما بلو ك يو إما موان ك يو إما أطان ك هنا فين اللي فيها ك الوحيدة هي موان كمانفخير أقل من أخي لغاتو يكون دي سيئو كلا جلس هنا المقارنة في الصفة يبقى لازم بلو أو أو سي أو موان من غير أي حاجة aussi aussi دي سيئو يعني متساوي في اللازازة مع الايس كريم مامي غشيت تضع في الوصفة كم عدد الفاغين أو كم كمية الفاغين اللي انت بتحطها في الوصفة أختي تعشق الأطعمة أو الأغذية هي كلمة جمعة مذكر سير جالي المجمدة مي بارون إي مو والدايا وأنا طالما أي حد وأنا يبقانو بيفون دي سودا نشرب سودا فـ بيفون دي السورو كنا الجملة של نقطة فورنيتور كلمة فورنيتور يعني مستلزمات او ادوات كلمة جامع مؤنف هتاخد كل اللي فيها دوزل لأس طيب ما ميزون اتون فاس يجب عها دو غار مؤنس يبقى دو لاغار ابرى لوربا بعد الوشبة ما مير فيه لافسل فير لافسل يعني ترسل الاواني او الاطباق هنا فير مايجيش بعديها دو دو بتجب معا اكتيفتي معينة معا دو بعض الكلمات زي كده زي فيغ لافسل الناس كتير بتسألني عليها هي كده فيغ لافسل تغسل الاواني مفيش هنا دو نقطة اتي الصيف جو في علي الا كمباني انا سوف اذهب الى الريف كلمة اتي مفرد مذكر واولها ويال المفروض انها مفرد مذكر تاخد سو ولكن هيكون فيه ويال منطوق وبعده ويال منطوق وبالتالي هنعود عنها بسات اللي فيها تي واحدة جوليان يأخذ دو فوتو كلمة فوتو هي جمع مؤنس وبالتالي هتسبق بصفة جمع مؤنس وهي بل وبالتالي بقى اسم جمع مؤنس مسبوق بصفة جمع مؤنس دو سحولت الى دو الجو يكون معتدل نقاط بخنتان الفصل الوحيد اللي بياخد او بخنتان في الربيع سارا بورت اون غوب سارا لبس فستان كارو لازم كل الاشكال تاخد ا اا كارو نقاط ايل فان دي شو بينج لسامدي هم بيتساوا او يوم السبت ايلا فيك اس جمع مزاكن هنعود عنا بدمير التوكيد ا ايلا ينر منذ ساعة الكلام هنا في الماضي العائلة مفرد بمؤنس بتساوي ال وبالتالي هتاخد فيان اخر ت وبعدها دو وبعدها فعله في المصدر ده ترتيب او تكوين الزمن الماضي الحديث في نهاية الفيديو لو كنت بتشوفه على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي من جوجل بلاي علشان تشوف دروسك بالترتيب وتحل اختبار على كل فيديو وتنازل ملفات الشرح والتدريبات بي دي اف شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته